السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا حبيب البي عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير يا رب حبيبي رسالة النهاردة رسالة همة جدا 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 رسالة جاية لك من روح شخص من ارواح مطمئنة في عالم البرزخ رسالة هنا بتقول لماذا قدمت اليك هذه الروح في هذا الوقت تحديدا لماذا تدعمك لماذا تساندك لماذا هي قريبة منك الان وتحوم حولك الان في وقت سماعك للفيديو فهذه الروح موجودة معك بالفعل يوجد علامات تراها لماذا قدمت اليك هذه الروح لتريك الشمس لتريك النور علشان تخليك تشوف الاشياء اللي انت ما كنت شايفها علشان تخليك تتحول وتتغير الروح دي قدمت اليك علشان تغير حياتك تحول وتغير مجرى حياتك كله ليه الروح دي قدمت اليك علشان تتقدم في حياتك علشان تشفيك من حاجات كتير جدا يمكن جايالك تشفيك من سحر من عين من حسد منطقات سلبية من ناس سما حواليك قدمت اليك هذه الروح من اجل الاستشفاء الطاقي والمعنوي لتغير وتحويل حياتك الى المسار الصحيح لتؤكد على شفاء قلبك وعقلك وبدنك جت ليه علشان تقدر تتحدث مع ذاتك مع نفسك وتعرف مين انت مين انت ليه الروح دي قدمت علشان تنظف شكرت جسمك تنظف روحك تنظف جسدك تكون من الاشخاص اللي منظفين طاقيا يعني طاقة جسمك كله تكون مهيئة للاستقبال ليه قدمت هذه الروح علشان تعلمك درس في الحياة لتعليمك درس في الحياة يمكن مريد بصعوبات كتير بغدر بإهانة بدايما بسحر بناس سلبية حواليك اعرف انك محاض بالطاقة دي في الوقت ده علشان تعليمك درس مهمة في حياتك ليه قدمت إليك هذه الروح علشان ما تخافش من المجتمع ما تخافش من الناس تعمل الشيء اللي انت شايفه صح مدام هو صح علشان تعيش الحياة اللي انت عايزها علشان تقدر تتمكن من انك تظهر نفسك وحقيقتك للعالم علشان تتعلم طريق الروحاني وتقرب من ربنا أكتر ليه قدمت إليك هذه الروح علشان تعرف المخادعين من حولك وتميزهم علشان تقدر تنظف من طاقتك ومحيطك الناس المخادعة الناس السامة الناس اللي بيعملوا كل شيء من وراء دهرك ليه قدمت إليك هذه الروح علشان تتمكن من انك تقدر تجذب المال والصروة اللي انت عايز تكون فيها علشان تقدر تمسك حلمك بإيدك ليه قدمت إليك هذه الروح علشان الوفرة والإزدهار في حياتك يكون شيء سهل علشان تتغير وتتحول وتكون شخص مستشفى تماماً من كل طاقة سامة حواليك وتكون شخص نجمي شخص روحي أنت تنتمي إلى العائلة الروحية والبعض منكم ينتمي إلى العائلة النجمية فيوجد هنا أشخاص روحانية ليه قدمت إليك هذه الروح علشان تكون روحاني أكتر تظهر معنى للحياة أكتر تكون في طاقة روحانية أكبر ليه علشان تحقق العدالة في حياتك ووضح إنك ما شفتش العدالة في حياتك أبداً فقدمت إليك هذه الروح لتحقيق العدالة في حياتك علشان ما تستسلمش إلا لله وحده علشان يكون في حكم لصالحك أنت في هذه الحياة علشان كفاحك وتعبك واللي أنت مريد بكله يكون لصالحك ولأجلك في الفترة اللي جاية ويكون في تعويض إلهي لك لقدمت إليك هذه الروح ليأتي إليك الكشف المفاجئ الكشف المفاجئ الذي سيحول ويبدل حياتك ويأتي لك بالحرية من الشيء اللي أنت عايز تتحرر فيه الله أكبر الله أعزمك أنا هقفل يا جماعة وبعد الأزان إن شاء الله هكمل طيب ليه تاني قدمت إليك هذه الروح علشان تغتنم الفرصة والتغيير الإيجابي اللي هيجلبه لك القدر ليه قدمت إليك هذه الروح لتكون في نهاية سعيدة في حياتك بإذن الله والنهاية هتكون بداية لك ليه قدمت إليك هذه الروح علشان تقدر ترمي كل الماضي وردهرك وتبتدي بداية جديدة علشان يكون عندك نمو روحي وبصيري هذه الروح روح من روح الناس اللي هي عمال النور الناس اللي بتخلي النور في الحياة دائم ما شاء الله هنا الروح اللي تتصل بيك هي رسالة لك من روح من عمال النور كانت في الحياة السابقة عامل نور فهذه الروح قدمت إليك من الحياة السابقة حتى تخليك تكافح ما تستسلمش تغتنم الفرص تغتنم التغيير يكون عندك نمو روحي وبصيري كامل تخلي دائرة حياتك تكتمل تكون سعيد ليه لما بقولك الروح دي من حياة سابقة يعني روح متوفية روح يمكن تكون من أجدادك في الحياة السابقة من عائلتك الروحية من عائلتك النجمية يعني زي ما فيه نازم بقولكم منصوبة لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام منصوبة لعمر بن الخطاب منصوبة لأهمر بن العاص مثلا من شجرتك العائلية يعني الروح دي روح قديمة روح من حياة سابقة عاشت وماتت ولكن روحها بتخليك تكمل شيء منير في هذه الحياة الروح دي كانت من عمال النور الروح دي قدمت إليك في الوقت ده علشان تكون بصيرة بيك وتكون انت عندك بصيرة من الوعي والروح في الوقت ده وتتقدم وتكون عامل نور أكتر بصارا وسط بصارا في حياتك الروح دي قدمت إليك عشان تفك التعلق اللي انت متشبس بيه من الماضي علشان ما يحصلش في حياتك انهيار علشان تتصل روحيا أكتر ليه الروح دي قدمت إليك علشان تحقق أحلامك علشان تحقق نجاحك علشان تتقدم في حياتك علشان تواجه كل تحدي جديد ومسير في حياتك بقوة انت قوي ومعاك قوة روحية بتسندك وبتساعدك ليه قدمت إليك هذه الروح علشان تظهر كل ما لديك في الحياة كل الحاجة اللي انت عايزها ونفسك تحققها تظهرها وما تحاولش انك تجتمها في قلبك لان كل حاجة انت في الوقت ده هتظهرها واتكون عايز تحققها وهتحدى كل شيء علشان تحققها هتبقى في طريقك بطريقة سحرية وإبداعية وناجحة جدا 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 لانك مدعوم من ربنا بجنوده على الأرض ليه قدمت إليك هذه الروح لتحقيق العدالة في حياتك علشان تقولك ما تستسلمش حقق أحلامك انت هتقدر تحقق كل شيء في الفترة دي النجاحات الكبيرة هتكون في حياتك حب الأشياء الجميلة في حياتك علشان تقدر تحقق كل شيء في الحياة فوق التعلق بأي شيء انت متشبس بيه علشان تقدر انك تاخد بالك من اللي جاي تخلى لكي يتجلى وهي رسالة لك من هذه الروح خليك صادق خليك مدرك للأشياء اللي حواليك خليك صريح تقول لك هذه الروح تحلها بالصبر وخليك صريح وواضح وصادق ومدرك لكل شيء بتمر لبيه في الوقت ده فأنت محابة طاقة ملائكية طاقة نورانية طاقة بتخليك تحدد مصيرك في الحياة ليه الروح دي قدمت إليك علشان ترجع لك حقك ترجع لك حقك في هذه الحياة ترجع لك نجاحاتك الروح دي بتقولك لازم انك تاخد بالك من اي ورقة في الوقت ده بتمضي عليها او بتوقع عليها لان فيه ناس حواليك مخدعة وهنا فيه طاقة كشف للمخدعين ليه قدمت إليك هذه الروح علشان تعيد بناء حياتك تعيد حياتك للطريق الصحيح ايه تشوف ايه اللي في حياتك بيمشي معاها وعايزة وهيكون في صلحك وتخليه وايه اللي مشيتماشى مع حياتك ومع هويتك ومع كيانك وتخرجه من حياتك خالص ليه قدمت إليك هذه الروح لتجعل كل الورود تتفتح لأجلك لتجعل الصعاب السهلة لأجلك بإذن الله وليس لعليك يعني هنا لتسهيل أمورك وتيسير أمورك واستقبالك من الكون قدمت إليك هذه الروح ليه قدمت إليك هذه الروح لتسبيت جزورك في الأرض وخروجك من المشاعر السلبية والحساسية الزائدة والاتصال بالطبيعة ليه قدمت إليك هذه الروح لتقول لك نحن حراس الأرض معك ونسندك فأنت لست وحدك أنت محاط بالأجداد القدماء يقفون إلى جانبك ويساندوك ويساعدوك فأبشر وكن دايما مطمئن فنحن إلى جانبك نساعدك ونساندك ودايما اقرأ في كتاب الله دايما لا تهمل القرآن لا تهمل تسبيحك وأورادك والصلاة على محمد والزكاة فهي من تقربنا إليك قدمت إليك هذه الروح لتجعل روحك أنقى وأنضف وأطهر من أي وقت مضى لتنقيض طاقتك وتقدمك الروحي والبعد عن الناس السيئة في حياتك أنا خلصت الرسالة حبيب قلبي يا ربكم فتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته